القصة المشتركة يوم مختلف جدا أسكن أنا وأمي وأبي وإخوتي في مزرعة جميلة تمدنا بما نحتاج إليه من الطعام كل يوم نتعاون أنا وأخوتي لنساعد أمي وأبي في إحضار ما نحتاج إليه من طعام من المزرعة كاللبن والبيت والخضروات الطازجة والفاكهة اللذيذة ذات يوم ونحن نحضر الإفطار نسينا باب البيت مفتوح ودون أن نشعر خرجت أختي الصغيرة نور ذات الأعوام الثلاثة من البيت ولم يراها أحد منا جلسنا نتناول الإفطار لكن نور لم تكن في مقعدها فنادينا عليها ولكنها لم تجب قالك الجميع قالت أمي يجب أن نبحث عنها في كل مكان قال أبي يجب أن ننظم أنفسنا حتى لا تضيع جهودنا قالت أختي نعم لنبحث عنها جميعا ولكن في أماكن مختلفة بحثت أمي عنها في حجرة الجلوس وقالت لم أجدها ذهب أبي ليبحث عنها عند الجيران وقالت لم أجدها خرجت أختي إلى الفناء وقالت لم أجدها أما أنا فذهبت إلى غرفتها ولكنني لم أجدها أيضا ثم جاءتني فكرة وهي أن أبحث عنها في الأماكن التي تحبها نور بالبيت فقلت أنا عندي فكرة فجر الجميع معي فوجدنا نور تكلس على الأرض وتلعب مع الكتاكيت فنظرنا إليها جميعا ولم نتكلم نظرت إلينا نور وقالت أنا أحب اللعب مع الكتاكيت الكتاكيت جميلة أليس كذلك؟ بعد ما سمعنا القصة هسألكم شوية أسئلة وكالعادة هنناقش مع ماما إحنا شفنا هنا إيه؟ دي كانت أسرة بتتكون من مين؟ من الأب والأم والأخ والأخت وكان فيه طفلة صغيرة كمان معاهم الأسرة دي حصلت عندهم مشكلة إيه هي؟ وفهمتها إيه من القصة؟ وإزاي قدروا يتغلبوا على المشكلة دي ويحلوها؟ تاني حاجة هم عشان يحلوا المشكلة يعني لكل واحد منهم دور إيه دور كل واحد فيهم؟ اللي هو الأب والأم والأخ والأخت ودورك إنت يا باطل إنت في الأسرة بتاعتك دورك إيه؟ بتعمل إيه كل يوم؟ نظامك إيه؟ علشان تساعد أفراد أسرتك لهم مين؟ أسرتك اللي عيش معاها إزاي أنت بتساعدها؟ يلا قولي إيه هو دورك وكمان لو أنت عندك أخ صغير بتساعده ولا لأ؟ وإيه اللي ممكن تعملهله عشان تساعده؟ كمان أخدنا حاجة اسمها بنك الكلمات وفي بنك الكلمات عندنا ثلاث كلمات مهمين قال قال قالت قالت أنا أنا المطلوب بقى الشاطر فيكو كل واحد حيكون جملة فيها الثلاث كلمات دول يعني أنا عايزة ثلاث جمر جملة فيها قالة وجملة فيها قالت وجملة فيها أنا تمام؟ والسؤال اللي بعد كده كمان هم بقول لكو إيه؟ الأسرة اللي أنت عيش فيها بتتكون من مين وعددهم كام ده يعتبر تطبيق بتاع القصة دي يلا حلوه وابعته لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا